هذا قد أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف قوات الحوثي مساء أمس مطار أبهى بطائرة مفخخة بدون طيارة والتي تم اعتراضها من قبل التحالف العربي في اليمن وإذ تؤكد مصر حكومة وشعبا دعمها ووقوفها بجانب الشقيقة السعودية في مواجهة مواصلة قوات الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولية وتهديد لأمن وسلامة طيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة وتعيد مصر التأكيد على مساندتها لما تتخذه الشقيقة السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المستمرة